ففي الأحكام الشرعية احنا بنفتي المواسوس بما يدفع وسواسه كده نص الفقاء لأنك انت لما تيجي تفتي حد تفتيه بما يدفع وسواسه يذهب وسواسه طب واحد يقول لي انت ليه بتتكلم عن ده بتكلم عن ده عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عملنا دليل تفصيلي اللي قوله يبالي الإنسان وعلى نفسه بصير وإحنا لما تأمننا في المجتمع لقينا حكاية الوسواس ده زاد زاد بشكل كبير جدا 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 زاد ليه؟ زاد لأسباب كتيرة منها التدين الكمي التدين الكمي زود الوسواس عند الناس زود الوسواس عند الناس وهو بيمارس ممارسة سخيفة لحاجة جليلة في علم أصول الفقه اسمه سد الزرائح مارسوا بطريقة سخيفة ورزيلة خلت الناس خلت الناس والواحد بيسأله هو أنا صليت تلاتة ولا أربعة يعملوا على إن الإنسان طبيعي مع إن كتب الفقه بتقول إن الشخص المواسوس في بعض الأحيان عشان ندفعه الوسواسه لما يكون مواسوس وبيتكرم منه الوسواس في كل مرة بيصلي في كل حاجة بيعملها في كل وضوء مش ممكن يسيبه يهلك نفسه لإن الله سبحانه وتعالى جعل حفظ النفس أعلى حاجة ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا فحفظ النفس ده هات حاجة مقدمة ولذلك خلاص بقى مستقر في ترتيب المقاصد إن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدين إذا كنا بنقصد الدين الأحكام لإن لو ما فيش نفس وما فيش عقل ما فيش تكاليف فعشان كده اللي إحنا بنعمله مع الناس ده بيوصل ببعض الناس إلى إن هم خلاص حياتهم بتتضمن فعشان كده بنعمل إيه؟ بنيجي في المواسوسين نحملهم على ما يدفع وسواسه أما المواسوسين الطلاق بقى فبيعملوا إيه؟ فبيخافوا كل ما ينطقوا في بعض أنا أحكي لكم شوية حالات كده عشان إيه؟ عشان نوقف بقى نوقف من الواسوس ده بقى أنا بتكلم لإن أنا موجوع يعني ومتدايق من شدة الكلام في الطلاق لا 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 أنا عايز أحل الكلام في البيوت البيوت بقت مليانة بدا فحنا كنا لازم نتكلم في أمر ده لإن أنا شفته كتر مش شفته كتر أنا عارف إن هو كتر بس كنت بيختار الوقت مناسبة لإحنا أتكلم عنه بيعمل إيه بقى؟ يقول أنا بحس إن لو حد المسواس بقى لما يتمكن منه في المؤسسين بالطلاق بيقول أنا بحس إن لو أي حد جنبي قال لفظ الطاق أنا طلقت مراتي ولما بيقول لزوجته أنت مثلا يقول لها مثلا أي جملة أي جملة فيها حرف الطاق بيحس إن هي إيه؟ أو يقول لها مثلا كلمة أنت يحس إن هو كمل في دماغه أنت طالق الحالة اللي عندنا اللي عندنا ممكن نتكلم عنها الزوج ده بيكون سببه مرضي في الغالب فالمؤسوس بتفضل الفكرة تدور في دماغه تدور في دماغه تدور في دماغه حتى لو هو ممكن إن هي غير منطقية وفي مؤسوسين ما يعرفوش إن فيه وسواس أصلا فيبقى عاوز يفضل في منطقة الحلال والبعد عن أي شبهة والفقرة بما إنها جت تبقى خلاص صحيحة وتبقى حقيقة وتبقى واقع ومش بيكون مدرك إن دي فكرة وسواسية لأنه مش عارف إن هي فكرة وسواسية فاسدة فتدور الفكرة في دماغه لأنه عنده مشكلة في كيميا المخ ولو مؤسوس لما بالطول فترة مرضه بيعمل عليه ضغط شديد فممكن يوصل للاكتئاب ويقدف بعض الأحيين للانتحار والشخص المؤسوس ده بيحاول يجيب كل تلفونات المشايخ ويكلمهم ويسألهم فيزيد عنه الوسواس ويجي ويقول لي افتيني على إن شخص مش مؤسوس يا سيد بس أنت مؤسوس لكن إحنا عندنا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص فيبقى أنا لو أفتتك على إنك أنت مش مؤسوس يبقى ده حرام علي ولذلك أنتوا بتلاقوني وأنا بسأل بعض الناس بقولوا على فكرة أنت مؤسوس مجيت من إن دي قال له ده أكشف ولا زكاوة قال له لا كنت التجارب خلاص عرفنا وحفظنا المسألة ولذلك المسألة دي المشقة تجرب التسير والضرر يزال ده حياة وقفة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار فخرجنا بإيه؟ بإن المشقة تجرب التسير فإحنا لازم نزيل المشقة دي لازم لازم نفتح باب للخروج من هذه الأزمة وإسراننا على عدم الرد عليه بيكون جزء من العلاج على فكرة إسراننا من عدم الرد على المؤسوس ده بيكون جزء من العلاج لأن كل ما بجاوب بيفضل يسأل ويقول لي أصلي نسيت تفصيلة أصلي نسيت أقول لك أنا كنت واقف فين أصلي نسيت أقول لك كان مين بصصلي أصلي نسيت أقول لك ده كان رد فعل للايه؟ وكل الكلام ده فكرة لا يفيد في مسألة الطواء وأوقات يتصل بي علشان يقول لي بس أنا ماشي على الفتوى يعني يتصل بي وقوه إيه؟ في طريق اللي يقول لي بقول الله أنا بيتصل بيك بس عشان أكد أن أنا ماشي على الفتوى إذن لابد أن احنا نعرف أن الوسواس مرض ليه علاج